في مؤشر على عمق عقدة الأزمة الإنسانية باليمن تعود المواقف الدولية متخذة شكلا متناقضا في حرب أحدثت دمارا هائلا وغيبت كل مساعي العودة لمسار السلام تنائية بالموقف وصفها متابعون بعدم جدية التوجه الدولي بالالتزام بمحددات ومقتضيات التحولات الديمقراطية والتزام الدول الرائية لهذا التوجه إزاء منظومة حقوق الإنسان المتكاملة التي تدعو للتمسك بها في كل حين ففي الوقت الذي تدعو فيه أطراف النزاع باليمن لإيقاف الحرب ونزيف الدم تذهب لبيع السلاح للدول والجماعات المشاركة في صناعة ذات الحرب وهي إزدواجية في الموقف أنتهجتها الدول المصنعة للسلاح منذ بداية تشكل وتضاعف الأزمة اليمنية في آخر التطورات قالت وزيرة الشؤون الدولية البريطانية هاريت بالدوين إن بلادها لن توقف صفقات بيع السلاح إلى السعودية جاء ذلك في كلمة لها بمجلس العموم الذي استدعاها على خلفية أنباء استهداف التحالف العربي حفل زفاف في محافظة حجة والذي أدى لمقتل مدنيين صحيفة الأندي باندينت البريطانية كشفت في ذات الوقت أن السعودية أشترت أسلحة بريطانية بقيمة أربعة مليارات جنيه استرليني منذ بداية العام 2015 وهو رقم غير عادي قياسا بحجم الدمار الذي أحدثته الأسلحة منذ بداية الحرب وفي الوقت الذي تزداد فيه مطالبات إيقاف الحرب أدان وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية أنشطة إيران في المنطقة وأعرب الوزراء عن قلقهم من تقارير دولية تحدثت عن إرسال أسلحة باليستية من إيران لميليشيا الحوثي لا تتوقف المشكلة عند إرسال السلاح أو بيعه بل تتعدى ذلك إلى تميع الملف الحقوقي فبالرغم من المطالبات الحقوقية بتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق إلا أن التلاعب الدولي في ذات الملف الحقوقي منع من تشكيل هذه اللجان كما يجب ومنع أيضا من التحقيق وممارسة الدور المحايد والموضوعي كما يؤكد ذلك متابعون